اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن بوليس يذكره بوضوح في كرونسوس الاولى 15 الاعداد 1 الى 5 يقول اعرفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به الا اذا كنتم قد امنتم عبثا وبعدها يمضي بولوس شارحا الانجيل والانجيل يتلخص في ثلاث حقائق تاريخية بسيطة ليست معقدة فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطيانة حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب اذا الانجيل يقوم على ثلاث حقائق تاريخية بسيطة المسيح مات من اجل خطيانة وانه دفن وانه قد قام في اليوم الثالث وبدون اعلان هذه العبارات يعد التبشير قصرا هناك الكثير من التبشير المزعوم بالانجيل ولكنه بعيدا عن جوهر الانجيل تلك هي الحقائق الثلاث الاساسية التي نحتاج لتحديدها المسيح مات من اجل خطيانة وايضا دفن كما انه قام في اليوم الثالث واول شاهد على ذلك له سلطان ليس شهود العيان الذين رؤوه بعد القيامة وانما الكتاب الذي له السلطان المطلق كرر الرسول بوليس مرتين حسب الكتب ثم يعدد الاشخاص المختلفين الذين شهدوا جميعهم على القيامة لكن تذكروا ان السلطان المطلق في كل امور الامان هو الكتاب المقدس ثم يمضي بوليس مفسرا اننا لو قبلنا هذه الحقائق البسيطة بالامان بدون اعمال بدون ما نفعله وحينئذ سيعطى البر لنا اي نعتبر ابرارا فمن المهم ان نعرف ان بوليس يقول ليس بما نفعله بل بما نؤمن به ليس بالاعمال وانما بالامان ثم يكمل في رمي الاصحاح الرابع ليتحدث عن الدرس الذي نتعلمه من ابراهيم حيث يقول لنا ان ابراهيم قد حصل على البر بماذا؟ بالامان ثم يبدأ بوليس في مناقشة الدرس المستفاد من هذا اذ يقول في رمي اصح اربعة اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجرة على سبيل النعمة بل على سبيل دين عندما تعمل عند احد وتنال اجرتك فهذه ليست نعمة وانما شيء تستحقه ولكننا لا ننال البر بهذه الكيفية وليس لاجل اعمالنا فهو شيء لنا نستحقه ثم يذكر لنا عبارة غاية في الغرابة وانا اقول للناس ان من لم يستغرب شيئا في الكتاب فهو لم يقرأه حقيقة لان به يوجد عبارات كثيرة ثم يمضي بوليس قائلا في رمي اربعة عدد خمسة يقول اما الذي لا يعمل ولكن ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا اذا ان اردت لامانك ان يحسب لك برا فما هو اول شيء تفعله توقف عن العمل يقول اما الذي لا يعمل ان كنت تعتقد انك تستحق البر باعمالك فانك لن تناله هذا اصعب شيء على الشخص المتدين نحن نرى ان علينا عمل شيء لكي نستحق رضى الله رضى الله لا يكتسب ونعمته لا تكتسب من هذا المنطلق نحن لا نكتسب لذلك ان اردت ان يحسب الله لك برا فتوقف عن المحاولة كف عن العمل هذه عبارة مزهلة لكثير من الناس ولكن هذا الانجيل كتاب مزهل مزهل اكثر مما يدرك معظمنا والان ما هي العلاقة الحقيقية بين كل من الايمان والاعمال هذا لا يعني ان الاعمال غير هامة بل هي الاطار الذي يحكمنا قمت معروس باستخراك فقرة من افسوس الاصاع الثاني سارجع اليها الان افسوس اثنين الاعداد تمانية العشرة لانكم بالنعمة مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله لا يمكننا التفاخر بان لدينا ايمان فالايمان الذي لدينا هو عطية من الله لذلك فنحن لا نستطيع امتلاكه بانفسنا ثم يقول لنا ليس من اعمال كي لا يفتخر احد وكثيرا عندما يتحدث عن اناس يعتقدون انهم قد تبرروا باعمالهم يقول بوليس كلا كي لا يفتخر احد لاحظوا ديانة الاعمال تؤدي الى الكبرياء والكبرياء هو الخطية الاساسية الاولى لذلك فقد اوجد الله لنا سبيلا للبر لا يؤدي بنا للكبرياء ان نظرنا لكل من لديهم ديانات معقدة ولن احددها كي لا ابدو كأنني اهاجمهم لكني اقول كلما كانت معتقداتهم معقدة كلما تكبروا اذ يرون انهم يقومون بشيء صعب جدا كالصوم وتقديم الزبائح وما الى ذلك فكل هذا يجلب الكبرياء يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة اذا فلقد اوجد الله لنا سبيلا للبر بدون ان يصيبنا الكبرياء لا ادري ان كنتم قد لحظتم ولكن دعونا نتحدث عن المسيحيين المتشددين جدا الذين يشددون على القواعد وهم غير محبين للاخرين هل لحظتم ذلك انقصدتهم طالبا للحب فقد لا تجده اذ ان هناك تضارب بين التشدد والحب لذا يجب ان نكون حذرين دائما من اي شيء قد يغزي كبرياءنا والدين في اساسه يغزي الكبرياء الدين الذي بدون نعمة الله هو يغزي كبرياءنا ولكن هناك ايضا مكان للاعمال ليست غير هامة ولكن المهم هو الترتيب الصحيح في افاسوس اصح 2 العدل العاشر يذكر لنا هذا الامر بمنتغ الوضوح لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها اذا عندما خلقنا الله مجددين في المسيح ويقول الكتاب ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة ثم يقوم الله باعطاء اعمال صالحة لهذه الخليقة الجديدة ولكن الطبيعة الجسدية القديمة لا تستطيع السلوك في اعمال الله الصالحة لذا يجب ان تخلق من جديد بالايمان قبل ان تسلك في الاعمال الصالحة عند اذ تصبح الاعمال الصالحة مهمة ولكن يجب ان يكون الترتيب صحيحا اول كل شيء الخليقة الجديدة بالايمان ثم الاعمال الصالحة التي عدها الله لنا لا ادري ان كنتم قد ادركتم انكم لا تحتاجوا لاعداد ما يجب ان تفعلوه لله حين تصبحون خليقة جديدة في المسيح لان الله عد لنا هذا بالفعل ما عليك عمله هو ان تعرف ما هي الاعمال الصالحة التي عدها الله لك مسبقا لا تسعى مطلقا لوضع خطة لحياتك ولكن اعمل على اكتشاف خطة الله لك وكثيرا ما يكون هذا مختلفا تماما لما تتوقعه يوجد لدينا تعريف لذلك وسنحتاج هنا لبعض التركيز بل وسنحتاج للتركيز طول الوقت كم منكم يوافقون على هذا الان نحتاج لمناقشة طبيعة النعمة باجاز النعمة كلمة رائعة وكثيرا ما يسيء البعض استخدامها وعصت زات مرة باحدى الكنائس وقلت ان الكنائس التي تطلق على نفسها كنائس النعمة غالبا لا تعرف شيئا عن النعمة ثم اكتشفت انني اعظ باحدى هذه الكنائس ولكن للأسف تبقى الحقيقة ان من يستخدمون كلمة نعمة عادة لا يعرفون ماذا تعني هذه الكلمة المعنى الاصلي النعمة هو الهدوء هو الجمال وهو جمال يزبغه الله علينا كمؤمنين لاننا نحن نؤمن به فهو يطفي علينا الجمال بنعمته ثم يقول لنا الرسول بوليس في رومي 11 وعدد 6 فان كان بالنعمة فليس بعد بالاعمال وإلا فليست النعمة بعد النعمة بتعبير اخر وبطريقتي لا احد يكتسب النعمة الشيء الذي تكتسبه ليس هو النعمة وهذا الامر يخود المؤمن للاتضاع اذ نتكل على نعمته فنحن لا نكتسبها لا يمكننا عمل شيء يجعلنا ننال نعمة الهنا لاننا بالنعمة مخلصون بالايمان وعندما تبدأ في الافتخار بانك نلت الايمان تذكر بوليس وهو يقول وذلك ليس منكم هو عطية الله فليس لديك ما تتفاخر به ان كنت قد خلصت بالايمان فلقد فعل الله هذا لحمايتك من القطية العظمى على الاطلاق وهي الكبرياء الان اريد دراسة موضوع العلاقة بين الايمان والاعمال ما نؤمن به وما نفعله وكل ما سأذكره فيما بعد سيكون من العهد الجديد وهو سيصيب بعضكم لا بالزهور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة من رسالاته حفظوا واحد اشتركوا في القناة 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 في روميا 3 عدد 20 يقول لأنه بأعمال النموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه فلا تحاول أبداً الوصول إلى بر الله بحفظ بعض الوصايا هذا هو المقصود لأنك سوف تفشل إن كانت وصياك صحيحة فلن تحفظها وإن كانت خطئة فلن تصبح برّاً بحفظها أفهمت؟ والآن لنكمل من هنا ما سأقوله الآن قد يصيب بعض الناس هنا بصبة النموس والنعمة مستقلان بذاتهما ليس بوسعك أن تدمجهما يجب أن تختار أحدهما ننتقل إلى روميا 6 عدد 14 حيث يقول في عدد 14 فإن الخطيئة لن تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة إذن هزاني بديلاني مستقلان تماماً فإما تحت النموس أو تحت النعمة ولكن ليست تحتهما معاً في ذات الوقت إن كنت تحت النموس فلست تحت النعمة وإن كنت تحت النعمة فلست تحت النموس والمعنى الذي يقصده هنا بوليس عميد جداً فهو يقول فإن الخطيئة لن تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة المقصود أنك لو كنت تحت النموز لسادة الخطيئة عليك وسبيلك للهرب من سيادة الخطيئة أن تكف عن المحاولة مع النموز وكذا تستفيد من نعمة الله قلت لكم أن هذا سجدمكم وأرى بعضا منكم وها هو قد صدم بالفعل وفي رومية 18 يقول بوليس لأن كل الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أبناء الله من هم أبناء الله الحقيقيون هم من يقودهم دائما الروح القدس فهذا هو البديل لأن تحفظ الوصايا يمكنك حفظ الوصايا أو القيادة بالروح القدس ولكن انتبه ليس الاثنين معا ودعوني أقول لكم عن تجبيه خطرة ببالي وسأستخدمه الآن لتوضيح الصورة إنها تحكي عن شاب تخرج في مدرسة الكتاب المقدس وحصل على الشهادة في اللهود وهو قوي موفور الصحة ولديه نقطة محددة نقطة البداية وأيضا نقطة النهاية ويقول له الله لديك اختيارين إما أن تستخدم قريطة أو أن تستخدم مرشدا شخصيا فيقول له الشاب أنا شخص زكي وحاصل على شهادة في اللهود وأعرف كيف أقرأ الخرائط سأختار الخريطة فلست بحاجة لمرشد ونرى يبدأ في التحرك والشمس مشرقة والطيور تغرد ولكن بعد ثلاثة أيام والوقت ظلام في منتصف الليل يجد نفسه مشرف على حافة جرف ولا يعرف اتجاه الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب ثم يسمع صوتاً حنوناً هل أساعدك؟ أتعرفون من هذا؟ إنه الروح القدس الشخص المرشد فيقول للروح القدس إنني أحتاجك فيخرجه الروح القدس من المأزق ويمضيان في طريقهما ثم بعد فترة وجيزة يقول لنفسه لقد كنت أحمقاً كان بوسع الخروج من المأزق بمفردي ما كان يجب علي أن أخاف وينظر من حوله فلا يجد المرشد إنه بمفرده فيقول أستطيع الوصول وبعد ثلاثة أيام أخرى يجد نفسه في مستنقع ومع كل خطوة يخطوها يغوص أكثر فلا يستطيع الخروج فيناديه ذلك الصوت الحنون ألعلك تحتاج إلي الآن؟ يا روح الله القدس من فضلك ساعدني أنت فقط تستطيع إخراجي ثم يكمل مسيرته مع الروح القدس في الطريق الذي يقوده إلى غايتي ثم يقول له للروح القدس الذي يرشده أنا معي هنا خريطة رائعة من الممكن أن نستخدمها معاً ثم يقول المرشد أشكرك لا أحتاج إليها أعرف الطريق فأنا الذي وضعت هذه الخريطة هل أدركتم الرسالة؟ متى ندرك أننا لا نستطيع أن نسير في الطريق بمفردنا؟ فإن المسألة ليست أعمال صالحة وحفظ وصايا بل إنه الروح القدس الذي هو روح النعمة مكتوب لأن كل الذين ينقدون بروح الله فأولئك هم أبناء الله وفي رسالة غلطية خمسة يعود الرسول بوليس للموضوع وهو يعد من أهم الموضوعات الكبرى في العهد الجديد وكل شخص مؤمن لم يمس هذا الأمر فهو في الحقيقة يعيش في ظلمه في رأيي أن مؤمنون كثيرون يعيشون في ظلمه في منتصف الطريق بين النموس والنعمة ولا يفرقون بينهما ولا يعرفون كيف يتشبثون بنعمة الله لكن في غلطية خمسة عدد طمانتاشر يقول بوليس ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم أيها الإخوة تحت النموس قال بوليس سابقا أن من ينقدون بالروح هم أبناء الله إذن لديك الخيار أن تعيش كإبن الله ويقودك الروح القدس أو يمكنك أن تدير ظهرك له وتحاول حفظ النموس ولكن لن تستطيع أن تجمع بين الاثنين فما أريد قوله هنا يدخل الناس الظلمة فيؤمنون جزئيا بالنعمة ويؤمنون جزئيا أيضا بوصياهم الخاصة التي يحفظونها أنا أرجو أن تفهموا أني لست أقول أن حفظ الوصايا خطأ ولكنني أقول لك أن حفظها لا يجعل منك شخصا برا هل فهمتم؟ دعوني أكرر حفظ الوصايا لا يجعل منك شخصا برا معظمكم ينتمي لكنائس أو طوائف معينة التي لها قوانينها وإن كنت تنتمي لواحدة منها فيجب أن تحفظ قوانينها وإن لم تحفظها فلا تشترك فيها ولكن حفظ القوانين لا يجعل منك شخصا برا بل إنه أحد أهم أسباب الانقسام في جسد المسيح لأن لكل طائفة قوانينها الخاصة بها للكاثولي قانون وللمعمدنيين قانون وللستبتيين قانون وللخمسينيين قانون وهكذا ومعظم هؤلاء يقولون أن حفظ قوانيننا يجعل مننا أبرارا وينظرون لمن يحفظون قوانين أخرى ويقولون أنهم ليسوا أبرارا لأنهم يحفظون قوانين مختلفة أرأيتم ماذا يفعل التشدد؟ إنه يقسم جسد المسيح للمعمدنيين حق حفظ قوانينهم وفق الكتاب وكذلك القمسينيين والكاثوليك وفق الكتاب أيضا ولكن تذكروا لا يتبرر أحدهم بحفظ هذه القوانين ولكن يتبرر بالإيمان والمشكلة أن من يركز على هذه القوانين لا يلتفت مطلقا للإيمان وهكذا نجد أنفسنا في منطقة الظلام ثانيا كالشاب الذي ظن أنه سيصل بالخريطة فوجد نفسه في مستنقع بعضكم يعرفون ما هو المستنقع وبعضكم جاءوا هنا لأنهم قد خرجوا منه فأدركوا حاجتهم الماسة للروح القدس أمين أمين والآن سأقول لكم عبارة أخرى صدمة لكم لم أكن أجرؤ على قولها لو لم يقلها بوليس ستجدها في روميا أصح سبعة وكلما تعمقت فيها كلما وجدتها مذهلة روميا الأصح السابع والعدد الرابع وما بعده إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد مدتم للنموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمرها لله يقول بوليس أنك إن كنت متدينا فقد كنت متزوجا من النموس وانفصالك عن النموس وزواجك من غيره يعد زنا روحيا إلا إذا وجدت النموس قد مات ومن خلال موت المسيح على الصليب قد مات النموس أتفهمون ذلك؟ تعد هذه المشكلة مشكلة معظم لهود فهم يشعرون أنهم إن لم يحفظوا النموس وهم بالطبع لا يحفظونه جيدا فبهذا يصبحون خائنين لأزواجهم إنهم بحاجة للإعلان بأن النموس قد مات في المسيح حتى يمكنهم ازدواج من غيره من المسيح المقام ومن خلاله يمكنهم ويمكننا أن نثمر هتفهمون؟ الثمر يأتي من خلال الاتحاد ما نتحد به يحدد ما نثمره فإذا كنا فعليا نتحد بشخص المسيح فسوف نثمر ثمار الروح القدس ثم يكمل بوليس لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالنموس تعمل في أعضاء أعضاءنا لكي نثمر للموت هذه عبارة مزهلة أهواء الخطايا الخطايا التي بالنموس يقصد بوليس أن النموس يثير أهواء الخطايا